حكيت على البداية، البداية لم تكن سهلة برش على خطر نتصور فهمها الصعوبة كبيرة عمل لهم برشة صعوبات أنا عرضوني فيهم التلفزة تحلت بسهولة قدامك أو ليه؟ التلفزة كنا حكيك ترفها معناها في التلفزة كيفية؟ أنا سجلت تصور إنتي بوحدة عمر 16 سنة، مشيت موصل في كاسات متى أخوية لشركة فوني قاعد نصنع فيه قاعد نصنع في مدير الشركة قاعد نظن واحدة تخلق لي محل سوتك، قال لي ما سجلش قلت له بينا، نتغني معك فما حتى مشكلة، قالوا يزمني ضمي نبوي، ما نحبش نقول بابا ومي حاشم منه في بالهم، ما نعرف ما نغني كل شيء، مشيت البابا وأنا حاولت وقوتي جوايا، مشي البلدية عمالي غاليزية مشيت، سجلت، سجلت أول إغنائية، إغنائية بالقدام، مشيت للتلفزة الوطنية، وقتك كانت تقنت 21 خلت، قابلت حاطب بن عمارة، قلت حاطب تسمع الغنائية هذي، قال لي بيه فما حتى مشكلة، قال لي رجع لي غدوة وقال لي غنية تفطق، مش نرمال، هي فرحة، قلت بيه، قال لي ما غالبتي صغير برشة، ما نجمش نعديك معنا نشوف العقلية كيفاش كانتها، هنا كيك نتغشش تخرج، نلقى مدير التلفزة اللي هو حماد عرافة برب نحب نرجاله وتحية خطرة عم بالحق بغت ذاكي البساجة همني برشة أول مرة بش نظهر قلت برب يا حمادي، شيلزمني نعتي فلوس هنا بشتعادة في التلفزة الوطنية تغشش قال لي هذة كلمة تقول لي ما، أنا ملغشة الله غالب، ما أنا ملش من السنس بش نقول واحد أكبر مني كلمة كيفنا كية قال لي هذة كلمة، ما حكيت ولا حكاية، اخذ ما عندي السيدين، ما زلت مرة واحدة للدار بابا بتاليفون فيك سويت بو حاتم بنعمارة، قال لي وعاك حاتم بنعمارة عالق في بل واحد منيك عليه عاو طلبه مرة أخرى، قال لي معاك حاتم، والدك مزيكي جاء للتلفزة عمالي مشكلة مع المدير، قل لي غدر جي صور مو باشر، تعدي تختم اشتركوا في القناة